اشتركوا في القناة فريرة طيارة فوق فريرة غوصة تحت يا كابتن عزوز بيسوق يا كابتن حاسب من البحق طيران عزوز دايماً محجوز ولا يلقى مكان إلا المحسوس على أي خطوط يقلع وهبوط توقيت مصبوط جد والمحفوز فريرة نسلت فل إربص ولا شرطر أشتر من عزوز فريرة طيارة فوق فريرة غوصة تحت يا كابتن عزوز بيسوق يا كابتن حاسب من البحق طيارة خطيرة اسمها فريرة وسبق العصر طلعة من بابة الفجر بتوصل شفر العصر ولا بهمها أيها أخطار لا ريح وعواصف ولا أمطار بطير في العالي الفوق الدم أكتر من ست سبعة مطار فريرة طيارة فوق فريرة غوصة تحت يا كابتن عزوز بيسوق يا كابتن حاسب من البحق طيارة فالأوبشن عملت نقلة بسوق النقل معجزة جوية جديدة قوية وتاخد العقل جيب تسمع كل كلام عزوز وتعم وتغوص وقت ما بيعوز طيارة بتختم في الحراء يا عشاء هالبيبي وأي عجوز فريرة طيارة فوق فريرة غوصة تحت يا كابتن عزوز بيسوق يا كابتن حاسب من البحق على أستاذ المشاهدين والمشاهدات البلوس على الأنتريهات وترك الريموسات هنشغل المزيكة ونعلي صوت الصب ونركب الهواء والسرعة معانا يا عرب موسيقى الحاوني يا جماعة الحاوني الحاوني ملك يا عزوزي وأنا جاي لكم ومتأخر كالعادة علشان مش لاقي المفتاح كالعادة برضو اركبت التوكتوك وجاي علي هنا دخل علي راجل شكله متوحش قال لي اسمه إبراهيم الأحمر في توة المطار الجديد وقال لي يدفع قتة كل شهر أو حلاوة كل إسبوع مش عارف بصراحة يعني هي حاجة بين القتة أو الحلاوة تقريباً قتاوة أيوة هي القتاوة هو قال لي كده يندفع القتاوة يا إما هيدلعنا يبقى نبلغ البوليس ما هو قال لي لو بلغت البوليس هيدلعنا برضو وبعدين بقى طب يمكن بيهددنا بس إنما مش هيعمل حاجة ممكن نحلق له خالص ما هو قال لي إننا لو حلقناه برضو هيدلعنا هو الراجل بالصراحة ما سيفش حاجة لما قاله اسمه إيه الجدع ده يا كابتنة؟ إبراهيم إبراهيم الأحمر ينهارا بيض إبراهيم الأحمر بنفسه إنت تعرفوا يد يا هيسة؟ ده أكبر بلتاجي في هنبابة تمن واللي ما بيدفعش بيدلعه أو بيدندشه حاجة زي كده يعني شفت عم سيد شفت؟ هطلع معروف بموضوع الدلع ده طب وبعدين هنعمل إيه جماعة؟ مالكه تبليته كده ليه؟ الله؟ ثلاث رجالة طول بعارد وخايفين من واحد بلتاجي؟ مش مسألة خوفي يا عناع نعنوعة ده اسمه احترام يبقى تقفوله كده هو فاكر نفسه إبراهيم الأحمر ده إنت لو شفت شكله يا نعناعة مش هتقولي كده وبعدين ده بقولك هيدا اللعنة نعناعة عندها حق إحنا لا يمكن نستسلم بالسهولة دي شوفوا أنا هسافر أستخبع عند أهلي كم يوم كده لغاية ما الدنيا تهدى يا سلام على الشجاعة تبقى أنت يا غيصر؟ عيبة كابتنة أنا في ظهرك أنا وجهتك وحمايتك ولا يمكن أسيبك أبداً 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 أنا بس هروح مع أم سيدة وصله آه ليتوه ولا حاجة أنت عارف الراجل كبر وعجز كم يوم كده واجيلك بإذن الله نكسر الدنيا إخس بقى أنتوا رجالة أنتوا تسيبوا الجدع في محنتوا إخس عليكوا بجد إخس عليكوا أصيلة يا نعناعة أصيلة بس هنعمل إيه دلوقتي؟ ما عرفش أنا هروح يومين كده عند خالش في حلوان لحد ما تخلصوا عليه أصيلة يا نعناعة إيه؟ إنت كمان يا نعناعة؟ أنا عندي فكرة يا جدعان أنا أعرف واحد ممكن يعلمنا إزاي نتعامل مع البلطجية مين دا؟ إبراهيم الأزرق أكبر بلطجي في الكتكات تيمن إنت تعرفه يا هيصة؟ دا حبيب يا كابتنة إبراهيم الأزرق دا عشرة عمر أنا هروح واكنعه إنه يساعدنا ويعلمنا في نول القتال والدفاع للنفس دا أحسن واحد في الكلام دا أول كرة ايه يعني وكده؟ كونجو فو، قفزة حواجز، سعقة يعني يا سلام، سيد رامبو قاهر الأعداء ها؟ وهيخلينا فورما يعني؟ عضلات بقى واليقى بدنية وإيه؟ حركات يعني؟ يخلي قلبنا يكمد ويفوت في العديد روح له أدي يا هيصة، بس بسرعة والنابي بقولك هيدلاح النابي تفضل، تفضل، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا عم إبراهيم محسوبكم إبراهيم الأصفر في توة الحسنية، هو مش المفروض إبراهيم الأزرق ما أنا ملقتهوش الله، فجبت عم إبراهيم الأصفر وده كويس دا يعني؟ أصل شكله ومش قد كده يعني؟ طيب عليك، دا دا اللي معلمهم كلهم، ها، هو بس لونه متغير حبيتين منور يا عم إبراهيم، منور دا نورك يا حبيبي بص يا عم إبراهيم أنت، طبعا هيصة حكالك على المشكلة اللي عندنا إحنا بقى عايزينك تعلمنا نتصرف إزاي مع الموضوع ده ما تقلقوش يا أولاد، أنا هزبطكو على الآخر هو مين بقى اللي اتعرض لكو؟ إبراهيم لحمر لحمر؟ لا خبر؟ مش دا اللي بيدلع ويفارفش كده باين عليه؟ هو دا كوماندا دا كان من أحسن رجالتي، أنا بقى حقولكو تعملوا إيه؟ أبوس إيدك، زبطنا بقى، كل اللي فاضل كم ساعة؟ خلاص يا نجم، اعتبروا خاف خلاص، يلا جهازوا، وحنتقابل هنا كمان ربع ساعة وبعدين بقى، فين يا ابن إبراهيم الأصفر ولا الكوحل بتاعك دا؟ هو مش قال ربع ساعة، دا اختفى باله ساعتين ما تخافش يا كابتن، هو عارف بيعمل إيه؟ بقولك دا الكوماندا يا ابني روح شوفه، دا كل اللي فاضل على المهلة خمس ساعات إيه يا عم إبراهيم كل التأخير دا؟ كده مش هنلحق يا عم؟ عب عليك، كله تحت السيطرة يعني هتلحق تعلمنا فنون قتالية في خمس ساعات؟ خمس دقايق بعون الله، بس مش دا المهم، يلا فصف، انتباه، الدرس الأول، استخدام العقل، اه، وزا ما انتوا عارفين يا وحوش، ان العقل السليم في الجسم السليم، وعشان جسمين يبقى سليم، يبقى لازم نأكل كويس، يلا، الفطار الفطار، فطار؟ فطار ايه يا عم؟ احنا عايزين نتمرن هو ايه يا عم في ايه؟ هو ينفع عربية لمواغزة تمشي من غير بنزين، موبايل من غير شحب، تلفزيون من غير إرسال لا طبعا، انت صح، دا أحدث أسلوف القتال ماشي، حتلنا فطار يا نعناع، ناكل وبعدين نتمرن أكل، أنا اللي أكل، ها، انت لازم تبقى خفيف عشان تقدر تتمرن بالهنة والشفقة يا عم إبراهيم، مش هنتمرن بقى؟ عندك حر، العنصر الثاني في الدرس الأول، الشاي، لازم نحبس بالشاي شاي؟ شاي؟ يا عم إبراهيم أبوس إيدك كل اللي فاضل أربع ساعات؟ يا بقى، شوفوا يا أولادي، الشاي دا شكله حاجة بسيطة، لكن في منتهى الأهمية بالنسبة للمقاتل، حد يسألني ليه؟ ليه يا سيدي؟ ليه إنه معروف إنه غلط بعد الأكل، عشان بيكسر الحديد في الجسم؟ إحنا بقى عايزين موضوع تكسير الحديد دا، دا يخلينا بقى لمواغذة مفوت في الحديد، نكسره، مش كده؟ يا ابن انت متأكد إن الراجل دا كوماندا؟ عيبة كابتن، دي أحدث طريقة في التدريبات القتالية، العودة للطبيعة، طبعا، الأمر لله، يا نعناع شاي للباشا هنا، الدرس التالت في الفاصل الأول، التحلية تحلية؟ تحلتها يا عم الحك، هو ينفع بعد ما نحبس ما نحليش؟ لا طبعا، ما يصحش، بس هو الوقت مش في صالح دا، إلا لو مهم يعني أوه، بقى حفاهم فيكو الامتا، يا ابن السكر دا هو الكلاكوز، مصدر الطاقة، الله، البنزين يعني من الآخر، طب ينفع عربية تمشي من غير بنزين؟ لا طبعا، نعناع الله عليك، الله عليك يا نعناع، البزبوسة عالمية، والله تسلم أيديك، والجاتو تحفة، عيش السرية بقى لما عزك نقص السكر شوية ما كفاية بقى شف شربيني، أبوش إيدك فاضل ساعة ونص ونتدلع، وشكلك هتدلع معانا انت كمان؟ عيب ما تقلقش، يا سلام، لو بقى نحدق بحت الجبنة قديمة، ولا مثلا الواحد؟ لا، 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 لا هنحدق ولا هنحلي، إحنا هنتمرن خلاص يا عم، تعمل لنا دويش على إيه؟ خلاص هنتمرن أهو، يلا بينا، الدرس الرابع في الفصل الأول، الاستشفاء أيوة، يعني إزاي تخلي جسمك يتبني صح ويبقى أقوى، بالنوم نوم إيه؟ نوم العوافي يا ابن الجسمة ما يسترد الشحيات غير لأونمت كويس، إحنا نناملنا شاعة كده يا أما بوش رجلك بقى، كل اللي فاضل ساعة ونص، أنت متأكد يا دي هيصى يا زفت أنت، مين اللي بيحصل ده؟ عيب، عيب يا عم الكباتن، ده أحدث ديكتيكات في القتال، والدفاع عن النفس أهيانا يا أما، ماشي، نعناع، هاتي كوفيرتا هنا صباح الخير يا عم إبراهيم، ها، فاضل عشر دقيقة هو هندلع، يا عم إبراهيم هندلع بقولك حاضر حاضر، خلاص قمت أهو يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم، بس بقول لكم إيه؟ لو فيكم بايت نسكوفك كده، أربع معالق سكر لا، مفيش وقت، يا هيصى، احنا بنضيع يا هيصى، أنت متأكد آه، 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 أكيد، يمكن يمكن آه، يحدث القتاليات، ولا حاج إبراهيم؟ أيوة طبعاً كل يستخبه، كل يستخبه، إبراهيم الأحمر بيهجم، إبراهيم الأحمر بيهجم يا جدعان إيه ده؟ يا ليلة كحلي، إبراهيم الأحمر واصل، هندلع، يا عم أصفر، أنت قولنا حاجة بقى أبوز إيدك عارف يا عزيزي يا ابن، أنا ليه منعتك من الأكل والشرب والتحلية، وساعتها أنت زعلت مني، كنت بأعمل كده ليه؟ ليه؟ عشان تبقى خفيف يا ابني، أنتوا لازم تبقوا خفاف يا جدعان علشان تقدروا تجروا، يلا، اجروا من هنا، وما تبصوش وراكم طب وإنت؟ لا، ما هو ما يعرفنيش أصلا، مشكلته معاكم أنتم أنت متأكد يا عيصة أن ده أحدث طريقة في القتال عيب، عيب يا كابتنة، الطريقة الحديثة بتقول الجار ينص الجدعانة، اجروا مكباتي موسيقى 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 فريرة طيارة فوق فريرة غواصة تحت موسيقى من ست سبعة مطار طيارة طيارة فوق طيارة غوى صادع يا كابتن عزوز بيسور يا كابتن حازم البحر طيارة فوقشن عملت نقلة بسوق النقل معجزة جوية جديدة قوية